في المناسبة كلام كتير النهاردة تردد على انه هناك مفاوضات بين بيرامدز وفايلر وانه هما مستنين اذا الاهل يحسم بطولة الدور العام خلال المباراتين القادمتين هيبقى فيه تعاقد مع ريني فيلر انا هقول رأيي اللي انا عارفه بحكم علاقتي بريني فيلر رأيي انه هذا الامر لن يحدث بس الكلام ده منتشر يعني الكلام ده منتشر بشدة خلال الـ 48 ساعة الاخيرة وانا جلست مع فيلر اكتر من مرة وعن يقين داخلي لكنه مش معلومة مؤكدة انه هذا الامر لا يمكن ان يحدث من فيلر لا يمكن ان يحدث من فيلر يعني مستحيل ولا يمكن ان يحدث من بيرامدز لانهما لما تفاوضوا مع رمضان صبح وهذا حقهم كان عقد رمضان خلص خلاص فمن حق انه تفاوض مع عبدالله السعيد كان نفس الامر مع شريف اكرامي كان نفس الامر مع عحمد فتحي كان نفس الامر فبيرامدز مطالبة الان الان اللي هو دلوقتي اللي هو بكتر بكرة الصبح انه يطلع بيان ينفي كل هذي الشائعات لانه مش هيبقى مقبول على الاطلاق تستمر هذي الشائعات طوال الفترة دي حضرتك عايز تستنى الموسم يخلص وعايز تتعاقد مع الراجل وراجل تفعلك شرط الجزاء انت حر ما حدش يقدر يتكلم هنا لكن في هذا التوقيت ما اعتقدش لا اقدرت بيرامدز من الهواية بهذه الدرجة ولا فيلر رجل وعارف الكرة المصرية بتدارس زي وقيمة النادي الاهلي انه ممكن يعمل هذا الكلام انا بقول له حضرتكو عن ثقة لكنه مش عن معلومة عشان ما بقاش بس كدابي اخر حاجة قبل ما نروح لفاصل لانه عايز اتكلم كتير في قرارات الكاف مش هقول انا عارف عقد رمضان صبح لانه حتى بتعبر امز نفسهم لما قدموا رمضان في المؤتمر ما اعلنوش قيمة التعاقد عشان بس تبقى قصة واضحة لكن اللي هقول ان انا متأكد منه ان انا واسق منه بحكم خبرتي يعني الطويلة انا راجل كنتم دير تسويق اتحاد المصر لكرة القدم كنت عادوا مجلس ادارة كنتم جير منتخب اولمبي كنت عادوا مجلس ادارة كنت نقى برئيس تحاد كورة في الاعلان بقى لي 23 سنة فحافظ القصة عاملة ازاي المؤكد يقينا انه المبلغ الذي دفع لهيدرسفيلد اكبر من النادي الالي كان عرض يقينا طريق الدفع ازاي الاسلوب ازاي يعني ما عنديش معلومة بس يقينا نمرة اتنين المؤكد يقينا ايضا انه عقد رمضان صبحي في الخمس سنوات هو عقد خرافي اللي هيقول لك عشان الطموح ما تصدقش اللي هيقول لك عشان الراحة النفسية ما تصدقش اللي هيقول لك عشان الناحية المادية قلو برافو عليك موضوع محسوم منتهي تماما قصة محسومة بنسبة 100% كل الاحترام لكل من يكتهد لكن هذه هي الحقيقة عشان بس لما نقول كلام نقول كلام صحيح بالنسبة للسادة المشاهدين للمرة الالف بتمنى الرمضان التوفيق هو اختار مشواره اختار سكته ربنا وفقه فيها باذن الله لكن لازم اقول للناس الحقيقة لازم اقول للناس صح لازم اقول للناس ايه اللي بيتعامل من خلف الكواليس والدليل مرة اخرى انه بيراملز ما تلعوش قالوا الرقم وحتى لو تقع الرقم مش هيبه هو الرقم الصحيح بنسبة مية في المية لا رقم رمضان ولا رقم هيدرس فيلد ارجو ان تكون الرؤية كده وضحت لحضراتك شما لازم اشتركوا في القناة